بأمر مني نفذت طائرات القوات الجوية الملكية موجة ثانية من الضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن قمنا بذلك لأننا نواصل رؤية تقارير استخداراتية تفيد بوجود تهديد المستمر من قبل الحوثيين للسفن التجارية البريطانية والتابعة لحلفائنا كذلك في البحر الأحمر قلت هنا الأسبوع الماضي أننا لن نتردد في الرد إن استمرت الهجمات لحماية الأبرية وضمان حرية الأبحار وهذا ما قمنا به تحركنا إلى جانب الولايات المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا وقد تحركنا في إطار القانون الدولي لحماية أنفسنا أمام خطر حقيقي ومثل الضربة الأولى التي قمنا بها الأهداف تم اختيارها بدقة لحماية المدنيين تحركنا لمزيد الحد من قدرتهم للقيام بمثل هذه الهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان أنهما جادتان في إنهاء الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين المصنفين على لوائح الإرهاب الأمريكية بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين ودول أخرى قال إن طربة جديدة استهدفت على وجه التحديد موقع تخزين تابعا للحوثيين تحت الأرض ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبات الجوية وفي بيان منفصل أوضحت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم أن الأهداف شملت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاق الصواريخ وأنظمة دفاع جوية ورادارات وأظهرت لقطة مصورة طائرات أمريكية مقاتلة وهي تنطلق من حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower في غارة جوية مشتركة استهدفت الحوثيين وقالت مصادر أمريكية أن الطيران الأمريكية استهدف معسكرات تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء الخارجية البريطانية أعلنت من جانبها أن الهجمات الحوثية غير شرعية وغير مقبولة منذ تحركنا قبل عشرة أيام نفذ الحوثيون أكثر من 12 هجوما على السفن في البحر الأحمر هذه الهجمات غير قانونية وغير مقبولة وما فعلناه مرة أخرى هو إيصال أوضح رسالة ممكنة لهم بأننا سنستمر في إضعاف قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات والتأكيد على أننا ندعم أقوالنا وتحذيراتنا بالأفعال الحوثيون بدورهم حذروا من أن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن لن تمر دون رد أو عقاب وشنت القوات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق هذا الشهر أول جولة من الضربات المشتركة ضد الحوثيين فيما نفذت الولايات المتحدة وحدها المزيد من الغارات ضد مواقع تضم صواريخ رأت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن المدنية والعسكرية على حد سوى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كلمته أمام مجلس العموم بشأن الضربات العسكرية ضد أهداف الحوثيين في اليمن قال أن هذه الضربات استهدفت عددا من المواقع العسكرية يستخدمها الحوثيون لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر وأن ما قامت به بريطانيا يأتي لإضعاف قدرة الحوثيين على شن هذه الهجمات وللرد على خطر وصفه بالوشيك لقد تصرفنا من أجل إضعاف قدرتهم على شن مثل هذه الهجمات في الأسبوع الماضي قدمت للبرنامان تقييمنا الأولي للموجة الأولى من الغارات ومنذ ذلك الحين رأينا المزيد من الأدلة على نجاحهم في إضعاف القدرة العسكرية للهوثيين الليلة الماضية ضربنا موقعين عسكريين شمال صنعاء يحتوي كل منهما على عدة أهداف محددة استخدمها الحوثيون لدعم هجماتهم على الشحن سوناك أكد أيضا على ضرورة إعطاء النواب البريطانيين لتحديث حول هذه الضربات العسكرية ووجد في المقابل تعييدا من قبل أعضاء كثر في مجلس العموم البريطاني أكده زعيم حزب العموم المعارض كريستار مر بالقول أن هذه الضربات العسكرية تأتي لإعادة الاستقرار إلى البحر الأحمر وأن البرلمان يجب أن يكون قويا وموحدا بهذا الصدد نحن ندعم هذا العمل لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين فهي مصممة لزعزعة استقرارنا لذا يجب علينا أن نقف متحدين وأقويا سوناك تحدث أيضا عن مواصلة الضغط الدبلوماسي لوقف تمويل هجمات الحوثيين ولوقف شراء الحوثيين للأسلحة بشكل غير قانوني وقال أنه تحدث عن ذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مباحثات هاتفية وأشار أيضا إلى مباحثات أجراها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظيره الإيراني في الأيام الماضية وأيضا قال أن كاميرون سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة وأعلن سوناك عن أن بريطانيا ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية على الحوثيين في محاولة لتضييق الخناق على الحوثيين لوقف هجماتهم في البحر الأحمر ووقف تمويل هذه الهجمات عمر شاكر الحرة لندن إذن جولتنا جديدة من الضربات الجوية نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن مؤكدين أن الخطوة تأتي للرد على الهجمات التي يواصل المتمردون الحوثيون شنها على الملاحة في البحر الأحمر وفقا لبيان المشترك أصدره البلدان فإن دول أخرى شاركت في شن هذه الضربات التي وصفها البيان بالمتكافئة والضرورية وشملت ثمانية أهداف حوثية في اليمن كما أوضح البيان أن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات الحوثية المتواصلة ضد الملاحة والتجارة الدولية وضد سفن تعبر البحر الأحمر من جهتها كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في شرق الأوسط سانت كوم وفي بيان منفصل أن الأهداف التي تم ضربها شملت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاق هذه الصواريخ وأنظمة دفاع جوي وكذلك رادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض فيما أفاد مسؤولنا عسكري أمريكي رفيع المستوى بأن الضربات نفذت باستخدام ذخيرة موجهة بدقة أطلقت من الطائرات الأمريكية والبريطانية وبصواريخ كروز من طراز توما هوك من جنبها أعلنت جماعة الحوثي التي أعادت واشنطن تصنيفها على قوائم الإرهاب أعلنت أن طيران التحالف شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية شملت وفقا للحوثيين 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وثلاث غارات على محافظة الحديدة الساحلية وغارتين على محافظة تعز بالإضافة لغارة على محافظة بيضاء للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مارك كيمت مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق للشؤون السياسية والعسكرية أهلا ومرحبا بك معنا سيد كيمت ما هو تقييمكم لهذه الضربات الأمريكية والبريطانية التي تستهدف مواقع لجماعة الحوثي في اليمن بين إضعاف قدرة هذه الجماعة على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر وربما دفعهم لتنفيذ المزيد من الهجمات كما يتخوف البعض أعتقد أن علينا أن ندرك أن هذه بداية حملة قصف طويلة والحوثيون أو نفهم أنه ليس بإمكاننا القضاء على كل الأهداف الحوثية في الليلة الأولى حملة مثل هذه تركز على الصواريخ ومطلقيها وأجهزة الرادار وعندما تقوم بجولة من الضربات تقوم بعمل تقييم بعدها لتعرف الأهداف المتبقية ثم تهاجمها في الليلة التالية وتقوم بمعرفة المواقع الجديدة والمواقع التي تم نقلها إذن هذه عملية طويلة تجري كل ليلة لتحديد الأهداف والاستمرار في تقليص القوة ليس فقط قوة عيون الحوثيين وإنما أيضا الصواريخ وهذا يتطلب وقتا حاليا التحالف موجود حيث يجب أن يكون من ناحية حملة القصف إذن تتوقع حملة عسكرية طويلة ولكن سيد كيمتي برأيكم ما قدرت جماعة الحوثي على الصمود أمام هذه الحملات الأمريكية والبريطانية ومضيهم قدما ربما باستهداف الحركة الملاحية في البحر الأحمر وهل لديك أي تقدير لمخزونتهم العسكرية أعتقد أن التقديرات الوحيدة لدينا مبنية على ما رأيناه يحدث عندما حارب السعوديون والإماراتيون اليمنيين إنهم أشداء ويستخدمون وسائل التمويه وأعتقد أننا سنرى أن العدد الكلي للصواريخ وأجهزة الرادار بدأ في التناقص مع اجتداد حملة القصف وأيضا عملية الحصار لموانئ اليمن هذا الحصار يشمل أيضا حصارا بريا بحيث أن الأسلحة لا يمكن أن تأتي من الصمال وهناك خطة شاملة ونحن لدينا تقديرات بشأن عدد الصواريخ التي هي متوفرة للحوثيين وكذلك أجهزة الرادار حملة القصف المنهجية وحملة الاعتراض يجب أن تستمر يوما بعد يوم نعم برأيكم ومع هذه العملية كيف توفق الولايات المتحدة بين الحاجة إلى ردع الحوثيين من جهة وضمان احتواء هذا التوتر وعدم توسع دائرة الصراع في المنطقة أعتقد أن علينا أن نفهم أن ما يفعله الحوثيون ليس له أي علاقة بغزة هذا له علاقة بالتجارة البحرية العالمية وهذا ليس بشيء يؤثر المنطقة فقط وإنما العالم كله هناك تعطيل للشحن في كل يوم وإذا سمح للحوثيون الاستمرار فهذا سيكون له تداعيات أبعد من المنطقة وأسواق المستهلكين في العالم ستتأثر ما يحاول الحوثيون قوله أن هذا له علاقة بغزة هذا غير صحيح هم يقولون بالفعل ذلك وأضافوا بأن إذا ما توقفت الحرب في غزة فسنتوقف نحن عن استيداف حركة الملاحة في البحر الأحمر الحوثيون ربما لن تكون لديهم فرصة فرصة الاستمرار في هذه الحملة حقيقة الأمر أن الحوثيين كذبوا في الماضي ويكذبون حاليا لا يوجد سبب يدعون للاعتقاد بأن علينا أن نربط بين أنشطتهم وما يجري في غزة هذا هجوم على التجارة العالمية ويجب أن يعامل كذلك إعادة إجراج جماعة الحوثي على قوام الإرهاب بالأمريكية برأيك سيد كمت إلى أي حد يمكن أن يؤثر على هذه الحملة العسكرية ضدهم هذا يساعد الحملة العسكرية لأننا عندما نصنف الحوثيين كإرهابيين فستكون هناك أدوات غير عسكرية يمكن استعمالها عندما لا يوجد اسمهم على قائمة الإرهاب فكل ما تستطيع عمله هو الهجوم على الأهداف العسكرية الآن نواجبهم اقتصاديا وعسكريا وكل أنشطة الحكومة اليمنية معرضة للهجوم عندما صنفناهم كإرهابيين فإنهم يخضعون ليس فقط للكثير من أنواع القوة من جانب الولايات المتحدة وإنما أيضا هناك أدوات غير عسكرية يجب أن نقول أن سبب إزالة اسمهم من قائمة الإرهاب كان لمنحهم فرصة ولكنهم قرروا أن يعطلوا ذلك واستمروا في تجويع شعبهم إذن لا يوجد سبب يدعون لإزالة اسمهم ثانية من واشنطن السيد ماك كامت مساعد وزير خارجي الأمريكية الأسبق لشؤون السياسية والعسكرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك